اليوم نتحدث عن بلدة لم يترك الاحتلال فيها مكانا إلا ووضع أثرا استيطانيا على أراضيها ضيق على المواطنين حياتهم بشكل كبير أجزاء كبيرة من أراضي كفرديك ابتلعها الاستيطان فالاحتلال يسابق الزمن وضمن سياسة ممنهجة للاستيلاع على مساحات واسعة من أراضي البلدة وضمها لأربع مستوطنات تجتم على أراضيها ناهيك عن شق العديد من الطرق الاستيطانية أراض بلدة كفرديك منذ أكثر من عدة أشهر لهجم احتلالية واستيطانية تستهدف المنطقة الشمالية في بلدة كفرديك والهدف هو من أجل توسعة مستوطنة علي الزهاف ومستوطنة إبروخين الواقع على أراضي بلدة كفرديك وبلدة إبروخين وبالتالي هذا يأتي ضمن سياسة ممنهجة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستلاء على هذه الأراضي وترحيل السكان والمزارعين من أراضيهم هجمة استيطانية فاق حجمها جبال كفرديك اعتداءات يومية وتجريف متواصل امتد على أراضيها وقوانين عنصرية تسخر لمشاريع الاحتلال الاستيطانية هذا إن دل لا يدل على أن المنطقة كلها عمليا تتعرض لهجمة هادفة إلى القضاء على أي حلم في المستقبل لا إقامة دولة فلسطينية مستقبل ناهيكم عن أن المستوطنين في الآونة الأخيرة واضح أنهم يعملون ضمن مخطط يهدف إلى السيطرة الكاملة على الشوارع الفلسطينية التوسع الاستيطاني المحموم في المنطقتين الشمالية والغربية من كفرديك يسير بخطة كبيرة لفرض أمر واقع يفصل البلدة عن محيطها الفلسطيني لتلفزيون فلسطيني محمد اشتاية كفرديك